نقول لكم تشكيل النادي الاهلي متوقع النهاردة ان شاء الله الاهلي النهاردة ان شاء الله يلعب في حراس المرمى بمحمد الشناوي في الدفاع هيكون محمد هاني ياسر إبراهيم أيمن أشرف وأحمد فتحي خط النص أليو ديانج عمر السلية ووسط الهجوم هيكون حسين الشحات في النص ماجدي أفشا على الشمال جونيور أجايي وفي الهجوم هيكون ماروان محسن أما فيما يتعلق بالوداد زي ما قلنا لحضراتكم واللي تابعوا مطش طبعا لحضراتكم شايفينه دلوقتي توبيس النادي الاهلي أمام فندق الإقامة احنا بنتكلم من دقائق بسيطة وتتحرك الفرق ان شاء الله بإذن الله في طريقها لاستاذ القاهرة موفقين ان شاء الله وبالنجاح للحرطة بالنسبة لتشكيل الوداد الحقيقة يمكن اللي تابعوا المطش زي ما قلت لحضراتكم اعتقد انه التشكيل اللي ختم بيه الوداد لقاء الزهاب هو اللي هبتدي به النهاردة الوداد في حراس المرمة هيكون أحمد ردة تيكناوتي الدفاع عبداللطيف نصير وإبراهيم كومارا وبدر كدرين ونجم الدين إبراهيم خط الوسط هيرجع يحي جبران لمكانه الطبيعي وهيكون معاه وليد الكارتي وأيمن الحسوني في الهجوم هيكون على الطرفين بديع أوك وإسماعيل حداد ورأس الحرب هيكون كزادي كاسونجو المتوقع انه هيبدأ مباراة النهاردة اشتركوا في القناة